كما تقدم حزب الوفد بخالص التهنية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه باكتساح في انتخابات رئاسة الجمهورية الفين أربعة وعشرين الفين وثلاثين كما يهنئه على ثقة جموع الشعب المصري في ربوع البلاد بتوليه زمام الأمور خلال المرحلة الحاسمة التي يمر بها الوطن وتشهدها المنطقة والعالم وأكد حزب الوفد ثقته الكاملة في رئيس السيسي الذي خاضل عديد من معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة بما يليق بحضارتها ووضعها الإقليمي وشدد حزب الوفد على أنه سيعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية التي تسخر كافة جهودها وإمكانياتها لخدمة الوطن والمصريين وتكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة ويجدد حزب الوفد الثقة في الرئيس السيسي بما يبذله من جهود كبيرة في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية واتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة لحماية حدود البلاد مما يتربص بها من مخاطر ترجمة نانسي قنقر